السلام عليكم مساء الخير وشراكم وش حوالكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبسيحها جيدة نرحبكم ونرحبو بجدد لنضموا معنا القناة نقلكم نورتونا وشرفتونا ومارحبا بكم في قناتكم المتواضع قبل ما نبدأوا فيديوه عنها اليوم نحبكم كامل تديروا الجامع على الفيديو فرحوني بالجامع واللايك على الفيديو وربي فرحكم وربي اعطيكم وشراكم 180 في حياتكم يا ربي اليوم قدرت لكم لا روتين لا شقة لا شغلة والوالو اليوم قدرت لكم واحد الحكاية بزاف شباقة ستني وفيها عبرة لبزاف الناس هكذا باش الوحده تستفاد ووحده ثاني تبدي العبرة وثاني باش نتعلموا من هاد الدنيا بلي ما كاش مستحيل في هاد الدنيا اذا اخياتي تبعوا معي الفيديو للاخير قبل ما نبدأوا في الحكاية تعنا قدرت طلعا لنبني صورت لكم بعض المناظر طلعا البهير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهم لبنات ان شاء الله تعجبكم هذه المناظر على بلادنا ربي يحفظها دعوني تعليقات اديا لكم خياتي المهم يا لبنات قبل ان نبدأ في الفيديو نحب نطلب منكم ان تدعيوا لكل واحدة ما عندها شدرية ربي عمر احجر كل واحدة و ربي فك حزامهم و ربي يفرحكم كامل و توليو كامل امهات لا يسموها مستحل خاصة ان تشد في ربي و تدير امل في قلبها و تدير امل امل كبير 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 في قلبها و في ربي فهمتوا يعني هنا الدنيا هذي كان يتعطيله و كان يتنحيله هكذا خياتي و ما لازمش نزعفه من حاجة يعني تكون مقدرة من عند ربي يعني درية ربي هو لي يعطيها هو لي نحيها لمن يحب كبير اخياتي يخليوا لي هكذا تعليقات يقول لي اسماع عندي 9 سنين يقول لي عندي عشرة و عندي ربعة يقول لي تبكي و تقول لي ما عندي شدرية و قطعين رحمة ربي لا لا خياتي الانسان ما بيد من راه هو عايش دايما كين امل و ربي يرزق كل محرومة ان شاء الله يا ربي اللي و حبيت نحكي لكم هذي الحكاية على خاطر احنا في المجتمع اه بثاف اخوات يشوفوا واحدة عندها تأخر الحمل ولا ربي مرزقهاش ولا مانيش عارفة يقعدوا يضحكوا و يشروا بعينيهم و يمرضوا في المخلوقة واللي كين اخوات اللي مساكن هي تجيب ذرية بصحة متحملة على رجلها رجلها هو لي ما يجيبش اطفال كما يقولوا ذرية وتحمل هي المسئولية يعني لا تريد تكشفه يعني تشغل الراجل عيب يتكشف يعني في هكذا العيب ما يجيبش الدرية ولا فهمتو اخياتي يعني احنا ننسى نتحمله حتى حاجة اللي ماشي في نحنا يعني نغطي على الراجل المهم يا لبنات ربي يرزقكم و ربي يفك حزم كل واحدة ان شاء الله يا ربي و حبيت نحكي لكم هذي الحكاية بتاع واحد الاخت و ان شاء الله هكذا تفرحوا كامل كما فرحها ربي اذا خياتي ديروا مجامل الفيديو وكملوا معي الحكاية للاخر المهم لبنات بسم الله هذي وش تقول قتلهم انا عندي ربع سنين دخلة للعام الخامس زواج والبارح في عرص سيلفي وسيلفي عنده ستة شهور زواج ومرضو حامل ربي يكمل لها ويرزقني حتى انا المهم البارح تلمو سلافاتي وخوالاتو وعجوزتي كل بتنا في الصالون يعني باتوا في الصالة كبيرة ايا هذي كمرت سيلفي اللي بالكرش لو كانت تشوفوا كيف هي عملوها راح يحطوها فوق ريسانهم وفرشوا لها المطرح وحكموا لها البلاسة وفرحانين بها وانا يعاملوا فيها كل كلبة جيت نحوس على البلاسة بحنرقدت يشط لي عجوزتي بساطة يعني بساطة مطرح صغير رقيق بالزعف انت على الولاد احذى الباب وقالت لي انت يا فارغة يعني انت يا ما عندك الكرش كانت نجمة الرقدية على الأرض انا بتكيت نغمال ما درتها فيه خاطري من بعد تلمو كل وقعدين يقصوا يعني يحكوا وبدأت عجوزتي وسلافاتي اي معنو قالت لهم عجوزتي رجال الاخرين تغبنوا همساكن جابوا انسا يرعى ويررقدوا لا فايدة لوالو والراجل اللي يحب الساند في الدنيا هذي ولده ولا بنته اللي عول عليه كي يكبر وانت قد سلفتي قالت المرت سلفي انتي عمري لنا الدار بالولاد نحي لنا الحرمان اللي يحرمونا منه السنين هذي كل ولو يضحكوا انا قد سلفي والدمعه حبطت غميت على راسي ودرت روحي وهم بيتين يدعوا لتزوج البارح بالذرية الصالحة وقالوا كان غير ما تكون شمرته عاقر انا الكلمة هذه شرحت لي قلبي وبيتها دمعه وخنونه لصباح بدت في حالة ومسلاني قتلني بسطر من تعافير انت على العرس الصباح هذه في الفجر اعيت للراجلي قتلوا وديني نروح كي سقساوني قتلهم مريضة بمسلاني وبيتها في الارض ما نجمتش حتى نوقف اي مادة وهشفية روحت الداري وصطرق وعليا وغير نطقية كي شافتني راجلي هزني وداني لطبيبة قالت لي وش درتي المهم قتلها عافرت في العرس يعني خدمت في العرس ورقدوني على لبسات يابس قلت لي روحي للجينيكولوج ضرب بعد هي مستت لي جيهة كرشي وضغطت لي على صدري ما فهمت فيها ويلو قلت لي يا مادام روحي ورجعي لي ايا هي اللي عيتت لطبيبة جينيكولوج وحكمت لي الدالة قلت لها كي جي فوتيها ديريكت وقعدين يحكو مع بعضهم بالفرنسية ما فهمت فيها ويلو ايا كي قلت لراجلي فوتني الجينيكولوج قلت لي علاه قلت لي ما نعرف بعثتني طبيبة ونزيد نرجع لها ايا ستقوني قلبي يخبط يخبط طريق كامل اول مرة تسرعلي قلت لي راح نفوت قلت لي ديريكت ركبت فوق الكرسي شافت في الراديو ومن بعد قلت لي راجلك جامعك قلت لي عيتي له انا خبت قلت لها انا خبت لها وانا راح نموت خبت حتى انسق سيها وانا سيقصتني قده عندك زواج وحملتي من قبل قلت لها عندي خمس سنين وما عنديش لولاد وكليت دواوات بالصحة وقدرت تباير انت على الزراع وحوايج ايا قتلي نوضي بالعقل اروحي عيتي لراجلك ايا عيتي له قلت له ادخل وقعد حذاية ايا قتلي طبيبة ودورت لنا اذاك تليفزيون يعني الراديو وقالت لنا شوفوا عند الراديو صدقوني ذكراني نكتب ونبكي مانيش مصدقة نسمع في الصوت وتاع القلب يخبط وبطريقة مزدواجة قلت لي كل شي مبروكرا كي حامل بتوام راجلي وقف وقف دموع نبكي ونرجف ونقول لها اكيدة ونسخرين ونحن طبيبة ونقذ ونقذ من الفرحة والصوت ونظر انا ما زلت مشوكية راديو نتاع طبيبه مدخلات وفي صدري كل دقيقين نرده لراجلي من الصباح وهو يقضي ويجيب فسقاية يقعد يحظني يعنقها شوية ويبكي ويضحك رب يرزق كل واحد فرحة كما هذه انضريت بثاف من هضرة العيبات انا قلت غدوة نروح للدار شيخي ونقلهم ونشوف ردة فعلهم راجلي حلفت وقلت لهم حتى الغدوة ورجعت لطبيبه انت على عظم قاتل ايراني عارفتها بالصح عندك خمس سنين ما جبتيش الولاد خفت نديرلك امل باطل قلت نتأكدو وفي الراديو الحمد لله رحمة ربي واسعة ومع هذه الفرحة هذه المخلوقة ربي يرزق كل محرومة من الذرية يا رب وربي فك حجركم وربي فرحكم كامل كامل واذا جبتو بالنوتات سموهم اسماء ولا اسماء ولا فراشا ربي فرحكم خياتي خاصة المشتركات خلوا لي تعليقاتي ادعو لنا ربي رزقنا قول المشتركات ادعو لي واذا تقول ان شاء الله ربي فرحكم كامل كامل خياتي مكش مستحيل كل حاجة في يده ربي هو اللي يعطيه ولي نحي هكذا خياتي الوالدة طيحة هابطة وعندها النفخ وعندها الحرارة داخل الراحم وكاين طبيبات لالة ينصحوا ان المرأة تروحها كما عندك عجوزة تعبكري ولي يدهو حمامات في الراحم باش انحيو البرودة مثلا الوالدة تشربت البرودة من بدء تأخر في الراحم يعني خياتي عندها تأخر الحامل بدون سبب تروح تشوف كاشع جوزة تدلكها كيلي ترفض ثقيل الوالدة تحطيح لها فهمتو هناك اسباب متعددة لا تقطعوش ولا تقنطوش من رحمة ربي يقولوا الحمد لله كاي اللي عنده دراري وراه مطيشها كاي اللي ما عندوش راه مشتاقهم وكاي اللي يضحك على الناس وكاي اللي يدير يدير ربي ينحلوا هذيك الذرية شاهم الوحدة سمعنا في نهار راحوا لها ثلاثة اربعة وكاي اللي يزوج علاش بلك كاش وحده هكا وكاي اللي ضحكت بعينيها وكاي اللي ضحكت قلبها فهمتو لا لا يحرم واحد من الذرية وان شاء الله كما يقولوا ربي يحفظ لكم ولداتكم كامل لكن هذا الدنيا صعيب اخياتي كل حاجة ما كاتب ومقدرة من عند ربي سبحانه وكاي اللي تدير الامل وكاي اللي يكشف مستحيل في هذا الدنيا فهمتو البنات واللي حب وصفات اعشاب وصفات حمامات في الراحم راني قدرت لكم عدة وصفات لطرد برودة في الراحم ديروا النية كما يقولوا اتكلوا على ربي ديروا النية ديروا هذوك الحمامات ديروا هذوك اللي يعرفوا تعبكري هكذا ان شاء الله ربي يرزقكم كامل هذي حكاية فيها عبرة باش الانسان ما يضحكش على مصيبة ما يضحكش على مشكلة الناس وحده وخرين لانه هذا الدنيا دواره يوم لك ويوم عليك فهمتو خياتي ان شاء الله تفرحوا كامل ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الحكاية لا تنسوش فقط ديروا جام على الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم فيديو تا عنه اليوم لدرت لكم دارة خفيفة وضريفة في وهران الباهية وتحية كبيرة للمشتركات والمشتركين من وهران في قناتي انقلكم تهلا وفير واحدكم نحبكم بزب 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 و الى الملتقى سلام